مع مرسلنا من الأحسان محمد المحيسن أهلا بك محمد مساء الخير أهلا بك زميلي أحمد وسادة المشاهدين ومشاهدي قناة الإخبارية وعبر نشرة النهار نعم أولى تأمانة الأحسان منذ وقت مبكر الاهتمام بالأسواق النفع العام بشتى أنواعها سواء كانت لأدوات الصحية والخضار أو الفواكه وأيضا الأسواق اليومية التي تكون في أيام الأسبوع اليوم نتحدث عن مشروع تطوير سوق الأنعام المركز الذي جاء على مساحة مليونية متر مربع خليني أتكلم معك بشكل سريع أحمد تواجد الآن في هذا القسم هذا القسم هو السوق القديم هذا السوق يضم أكثر من 550 حضيرة للإبل وأكثر من 404 للغنم ومستودعات الأعلاف كذلك وحدة بيطرية ومواقف ومحطات بنزين بالإضافة إلى مستودعات للأعلاف هذه المنطقة ستكون المنطقة التي سيتم فيها السماح ببيع الأعلاف من خلال 70 مستودعا من خلال المشروع الجديد في نهاية هذا الطريق ربما هذه المركبة تسد الرؤية ولكن سأستمر بالحديث أيضا عن ما سيكون في هذا الموقع أيضا سيكون هذا الموقع المكان لتنظيف الأغنام وأيضا المقر الذي سيكون فيه الأغنام ما بعد البيع زميلة محمد سوف سينتقل إلى الجهة المقابلة التي سوف نتحدث عنها وهي المشروع الجديد هذه المنطقة عبارة عن ساحتين عبارة عن مباسط الأغنام عدد المباسط فيها مائتين وسبعين مبسطا لا يسمح بإدخال الإعلاف في هذه المباسط أيضا سيتم تأجيرها بمبالغ رمزية من قبل المستثمر على أصحاب المواشي أو أصحاب عفوا الأحواش الكبيرة ما يميز هذا السوق أو حراج الأغنام أنه سيكون هناك أربع مسارات هذه الأربع مسارات سيتم السماح لمن لديه أغنام بأن يأتي إلى هذا المسار في منتصف الطريق سيكون هناك مضلة للحراج وبعد هذا البيع وبعد أن يبيع ما لديه من أغنام يتجه إلى نهاية الطريق ويذهب مباشرة إلى الخارج